اهلا بكم مشاهدين الكرام بلا ضابط او رقيب تواصل اسرائيل انتهاكاتها لكل الاعراف والقوانين الدولية مخترقة سيادة دول اقليم الشرق الاوسط تحت مرأة ومسمع من الولايات المتحدة الامريكية والقوى الكبرى التي تقدم الغطاء السياسي والدعم العسكري لجيش الاحتلال مما حاول الاقليم الى برميل من البرود مهدد حاليا بالاشتعال في اي لحظة وفيما اتخطت الحرب على غزة 300 يوم دون افق للحل بدت اسرائيل اكثر اسرارا على التصعيد الاقليمي بعدما اتخذت حادث مقتل 12 شخصا في هجوم صاروخي على قرية مجدل شمس بالجولان المحتل اتخذته زريعة لمواصلة سياسة الاختيالات وانتهاك سيادة الدول الطائرات الحربية الاسرائيلية وصلت الى ضحية بيروت الجنوبية لاختيال القيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر والذي اتهمته بالوقوف وراء قصف مجدل شمس رغم نفي حزب الله اكثر من مرة ضلوعه في هذه العملية ودفعت عملية الاختيال زعيم الحزب السيد حسن نصر الله للتحذير من ان المعركة مع اسرائيل دخلت الى مرحلة جديدة لم تكد المنطقة تهدأ بعد غارة بيروت حتى نفدت تل ابيب عملية اخرى عملية اختيال جديدة كان مسرحها هذه المرة العاصمة الايرانية طهران حيث استيقظ الشرق الاوسط يوم الاربعاء الماضي على النبأ مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بعد مشاركته في تنصيب الرئيس الايراني الجديد في انتهاك اسرائيلي جديد لسيادة دول المنطقة ورغم عدم تعليق تل ابيب بنفين او تأكيد مسؤوليتها عن اختيال هنية الا ان جميع اصابع الاتهام تشير الى اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية خاصة وان الرئيس الامريكي جو بايدن اتصل هاتفيا برئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو بعد يوم من الواقع ليؤكد مواصلة الدعم العسكري وفي نفس الوقت لابداء عدم رضاة عن اخفاء خطط الاختيالات عن واشنطن كما حث ايضا بايدن نتنياهو على اتمام صفقة وقف اطلاق النار بينما تتسع اذا رقعة الصراع الاقليمي وتتعدد جبهاته تتواصل الحرب في غزة للشهر العاشر مع اقتراب عدد الشهداء من الاربعين الف غالبيتهم من النساء والاطفال في ظل مجتمع دولي لا يعبأ بارواح المدنيين الابرياء بينما يترك الجاني دون حساب وعن انتهاكات اسرائيل لسيادة دول المنطقة وسيناريوهات تطور الصراع في الاقليم تدور هذه الحلقة من الشرق الاوسط ساكون معكم فيها انا اميمة تمام نلتقي بعد الفاصل اهلا بكم مجددا مشاهدينا الاسبوع الماضي كان مليئا بالاحداث وبالتطورات المتلاحقة التي من شأنها ان ترفع من وطيرة التوتر في المنطقة وجميعها بأياد اسرائيلية تعمل على انتهاك سيادة دول المنطقة وتقويض الاستقرار نفذ الاحتلال الاسرائيلي عددا من الاختيالات التي جاء على رأسها اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي كان يزور تهران بمناسبة تنصيب الرئيس الجديد مسعود بازاشكيان وإلى جانبه قياده الكبير في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بالإضافة إلى مسؤول إيراني بسوريا وذلك ليس في غضون أيام قليلة بل في غضون ساعات قليلة لتشكل خطوة اسرائيلية جديدة باتجاه تصعيد واسع قد يتحول إلى حرب إقليمية وذلك بحسب تقييمات عديدة أسئلة عديدة نطرحها على ضيوفنا إذن من القاهرة الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري والخبير في الشأن الإسرائيلي من بيروت النائب قاسم هاشم عضو مجلس النواب اللبناني من دوسلدارف الألمانية معنا الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتحة وعبر الهاتف من عمان الدكتور أمين المشاقبة الأكاديمي والوزير الأردني السابق مرحبا بكم جميعا ضيوفي كرام وأبدأ معك في القاهرة دكتور أحمد برأيك لطالما استخدمت إسرائيل سياسة الاختيالات هذه ولكنها كانت تستخدمها بواتيرة أقل مما حدث في الفترة الأخيرة زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة تزامنا مع حرب غزة هل هو هروب من أمر ما لتحقيق صورة انتصار وهمية أمام الإسرائيالين أم ماذا؟ يعني بعد تحية لحضرتك وللضيوف وطبعا للمشاهدين بالفعل هناك لهس من جانب تل أبيب وراء صورة نصر زائف نتنياهو سيقدم تلك الاغتيالات حركة رصدت ثلاثة أنا أضيف اليوم أيضا الإعلان عن اغتيال محمد الضيف رسميا من جيش الاحتلال كل هذا في خلال 24 ساعة أربع حالات اغتيال فبالتالي إسماعيل هنية طبعا لم يتم الإعلان رسميا من قبل تل أبيب لكن كل الأصابع تشير إلى أن هناك محاولة لتصويق هذا الأمر على إنه إنجاز لإسرائيل بأن إسرائيل تعرضت للاطمة يوم 7 أكتوبر وخلال 24 ساعة استطعنا رد اللاطمة أنا أقول حريك أن الرأي العام الإسرائيلي أغلبه يقول أن صورة النصر هي الإفراج عن المحتجزين والأسرة وليس اغتيال شخصيات حتى ولو كان السنوار نفسه وأن هذه الجرائم سبق تم تجربها وآتت بمن هو أشد ضراوة وأكمل المسيرة اتبعت تيكتيكات مختلفة أكثر شراسة وحدة وأوجعت الجانب الإسرائيلي فالأفق السياسي هو الحل العقلانية في تناول هذه الأزمة هو الحل سماع صوت العقل حينما حذرت مصر منذ 2022 كانت في ديسمبر تحديداً تحذيرات مصرية متتالية من انتهاكات المستوطنين قطعان المستوطنين وجرائمهم في الضفة الغربية الانتهاكات للأدس حالياً استقرار المنطقة كله على المحاك بسبب مثل هذه السياسات وهذه المغامرات الحمقاء حتى لو كان فيه صورة نصر أنا بسمي لما حدث عجز النصر لأن بعد نشوة السعادة الشماتة اللي على السوشيال ميديا الفرحة المكتومة هناك علان هستيريا في إسرائيل هناك البحث عن أماكن تغفر الأطعمة ساعة الحرب ولدات كهرباء، إخلاق ثمن مدن، تحصين الحدود مع الأردن في الأماكن التي هي وجود فيها جدار، انقطاع الرحلات الجوية فيجب أن يتم الاستماع للصوت العقل قبل فوات الأوان نعم، طيب، سيادة النائب قسم هاشم كيف يقرأ إذن الشارع اللبناني هذه الأحداث؟ وخاصة أن الآن هناك حرب قد تلوح في الأفق أو هي بالفعل قد تنشف في أي وقت كيف يرى الشارع اللبناني هذا التصعيد؟ وما هي أراء حول هذه التداعيات التي قد تعاني منها لبنان أكثر فأكثر إذا أيضا الأزمة الاقتصادية القائمة بالفعل؟ لبنان يعيش اليوم حالت حرب واعتوان من العدو الإسرائيلي لا شك وما حصل هو اعتداء السافر وانتهاك للسيادة اللبنانية التي يضرب العدو الإسرائيلي ضحية العاصمة بيروت ويعتدي على المدنيين ويسقط شهداء من المدنيين ويصيب منطقة سكنية هذا ليس بالأمر العادي وعلى كل هذه طبيعة هذا الكيان الذي قام بالأساس على العدوان ومنذ 76 عاما وهو يمارس أبشع الجرائم وطبعا منذ 28 حتى اللحظة وليس جديدا ما يحصل في غزة وفلسطين وكل المنطقة وطبعا كما تفضل زميلنا هذا العدو يحاول أن يأخذ كل المنطقة إلى ما هو أوسع وأشمل مما هو اليوم ليستثمر أكثر على هذا الاحفظان والدعم الدولي اللبنانيين اعتادوا على الارتكابات الإسرائيلية وعلى هذه الممارسات منذ قيام هذا الكيان وبدأت المجازر منذ عام 48 أولى المجازر في بلدة حولة الجنوبية اللبنانية ثم تكررت الاحتلالات يوما بعد يوم إلى الاشتياح الكبير عام 82 وبالتأكيد اليوم العدو هو من ارتكب ومن حق لبنان الدفاع عن نفسه ومن حقه رد هذا العدوان كيفما كانت الظروف لأن الاعتداء هو موضوع قرامة وطنية بكل تأكيد وموضوع أبعد من ذلك هو اعتداء على قيادات وعلى مدنيين وقتل مدنيين فسيتحمل هذا العدو وزراء أفعاله حكما ومن يتحمل معه هو المجتمع الدولي الذي جعله متفلتا من كل الكرارات والقوانين فيما يتعلق بالحرب الإقليمية إذا ما توسع الأمر بعيدا عن لبنان إلى حرب إقليمية سنعود إلى هذا المحور فيما بعد ولكن نود أن نعرف نتنياهو الآن يسعى إلى إشعال المنطقة بأكملها وكلما اقتربت المنطقة من الحل وكلما اقتربت المفاوضات من الحل مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين كلما عاد إلى فتح الجبهة على مصر عيها من جديد ليس فقط في غزة وإنما الآن يقوم بطريقة ممنهجة بالتوسع في هذا الأمر دكتور جمال إلى أين يأخذ نتنياهو المنطقة إذن؟ هذا السؤال هو أيضا جواب كما تفضلت محقة كلما اقتربت المنطقة من الوصول إلى السلم للنزول من هذه الشجرة العليا وكلما اقتربت حتى إسرائيل نفسها والأطراف بمجملها الوسطاء للوصول مثلا إلى صفقة تبادل الرهائن مع الأسرى وإنهاء هذا الموضوع ووقف التقنار تقوم إسرائيل بتفجير الموقف من جديد لأن مصلحة نتنياهو هي الاستمرار في هذا الوضع نتنياهو له هدف أساسي هو إدامة هذا العدوان حتى تحصل الإبادة الجماعية في غزة بشكل خاص وبشكل تام في ظل الظروف التي نعيشها حسبة ومعادلة بسيطة جدا إذا استمر هذا الأمر في غزة بضع سنوات ستقتل إسرائيل مئات الألاف من الفلسطينيين بالنار وسيقضي بالجوع والأمراض وأسباب أخرى من تبقى هذا هدف إسرائيل وهدف نتنياهو أهم سؤال في هذا الموضوع لماذا تعمدت إسرائيل إلى اغتيال شخصية كبيرة في حزب الله واغتيال إسماعيل هنية في يوم واحد ومهاجمة اليمن وقصف سوريا في وقت واحد لماذا؟ لأن إسرائيل نتنياهو تريد أن تفلت من دور الجاني في غزة إلى دور الضحية إسرائيل تتوسل أن يتم الهجوم عليها من قبل إيران وحزب الله وفي الضفة الغربية ومن غزة ومن كل الأماكن لأنها تريد أن توسع دائرة هذا الصراع وأن تستدعي إليه مشاركين جدد مثل القوى الغربية وإسرائيل تأمل في أن تتدخل الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لكي توفر للرأي العام اليميني في إسرائيل مشهد يوم القيامة لكي يتغذى اليمين الإسرائيلي برواية أن هناك في المنطقة من يسعى إلى تدمير إسرائيل حتى عندما تعرض الدول العربية على إسرائيل الاعتراف الكامل والسلام الحقيقي مقابل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 67 بموجب مبادرة السلام العربية على إسرائيل ترد إسرائيل بالمزيد من التصعيد وحتى عندما تعرض حماس فرصة للوصول إلى صفقة تبادل أو تطلب إنهاء هذا العدوان ترفض إسرائيل ذلك لماذا؟ لأن المشهد الذي نراه الآن هو هندسة إسرائيلية تخطيط إسرائيل هذا ما تريد إسرائيل هناك طرفان طرف يريد وقف إطلاق النار وطرف يريد الاستمرار في إطلاق النار وتوسيع رقعته وهو إسرائيل يعني خيار استراتيجي بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية يعني دكتور أمين لطالما كانت إسرائيل تتباكى وتدعي المظلومية وكانت باستمرار تتحدث وتتشدق بقصة الهولوكوست وما إلى ذلك ولم تكشر عن أنيابها بهذه الصورة إلا الآن لماذا اختار العقل الإسرائيلي هذه المرحلة كي يتوسع في الحرب وكي يصل بالأمور إلى هذا المدى وخاصة أن الصدمات والحروب مع غزة ليست بجديدة كانت هناك دورات عديدة من الحرب داخل غزة لماذا هذا التوقيت؟ التوقيت أن حكومة بنيمين نتنياهو ونتنياهو شخصياً لا يريد إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة ولا يريد صفقة مع حماس لإخراج المختطفين في قطاع غزة فهو يريد الغروب إلى الأمان وهو يريد في نفس الوقت يعني عندما نرى إرتيال إسماعيل الآنية في الظهران وهو الشخص المفاور السياسي رقم واحد بالنسبة إلى حماس وبالتالي الإنسان الذي تفاوضه تقوم إسرائيل بإرتيال نعم هذا بعد بداية الحرب وبعد السابع من أكتوبر ولكن سؤالي لحضرتك لماذا اتخذ السابع من أكتوبر زريعة في هذه المرة؟ هناك مرات عدة كان هناك تراشق ما بين الفصائل وما بين الحكومة الإسرائيلية انطلاقاً من غزة لماذا قام بهذه الفعلة الآن؟ المهم في الأمر أن نتنياهو يسعى لتوتير وخلق حالة عدم استقرار في المنطقة علماً أنه مدعوم أمريكي وكما قال الزميل قبل قليل أن إسرائيل دائماً تدعي أنها الضحية وأن العالم العربي والإسلام يريد دمار إسرائيل وإنها استعيل من الوجود وبالتالي هو لكسب التعييد الأمريكي والولايات المتحدة الآن حركت البوارج العسكرية لحماية إسرائيل من أي ضربة ممكن أن تكون من قبل إيران وبالتالي الذي تقوم به إسرائيل في المنطقة هو إخضاع المنطقة للحيمن الصحيونية للصحيونية وبالتالي هي محاولة للسيطرة على المنطقة وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهايي على أساس أنه التطبيع مقابل التطبيع وهي لا تريد قيام دولة فلسطينية مستقلة على تراب الأراضي التي احتلت عام 67 وبالتالي المسعى الإسرائيلي هو تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من أشكال إبادة جماعية داخل قطاع غزة ومحاولة تهجير هؤلاء السكان الذي يزيد عدده 2 مليون مواطن من قطاع غزة للتفريع منطقة غزة وجعلوها منطقة غير صالحة للسكن وبالتالي عندما يدمر 80% من المساكن بالإضافة إلى البلد التحتية داخل قطاع غزة إذن هدف إسرائيل هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وهذا ما يبدو جاليا أمام العالم والعالم يتابع هذه التفاصيل بصمت بكل أسف الآن نتنياهو غالبا ما يقوم بالتصريح بأنه يقوم بالضغط والتصعيد بغية الوصول إلى الانتصار وبغية أيضا إتمام الصفقة وإسرائيل في موقع القوة هل بالفعل هناك انتصار يسعى إليه نتنياهو؟ هل نتنياهو السؤال الأهم؟ هل نتنياهو يريد عقد هذه الصفقة دكتور أحمد؟ لا طبعا لا يريد لأن النصر التام ضد الإفراج عن المحتاجين للأصل بمعنى أن المحتاجين للأصل يمكن إطلاقهم بالتفاوض كما سبق أن تم من خلال الدفعات السابقة بل ومثلما تم في صفقات سابقة فنتنياهو يخلط الأوراق مثلما يتزرع بمجد الشمس عايز أوضح في عجالة أن مجد الشمس ضد الاحتلال مجد الشمس ضد التجنيد في جيش الاحتلال مجد الشمس ضد الحصول على جنسية إسرائيلية فالزعم بأن هناك استهداف لها أعتقد أنه مجافي للمنطق ده أمر بالنسبة للهالة التي إسرائيل تحاول أن تروج لها بأنها يمكنها أن تطال اليمن يعني أروايا الإسرائيلية أن الطائرات انطلقت من جنوب إسرائيل ليست مؤكدة من الممكن أن تكون انطلقت من القرن الأفريق وأن التزود بالوقود أمر غير مبهر في واقع الحال بل ويمكن أن يكون طرف تاني هو الذي يضرب نفس الأمر بالنسبة لاستهداف تهران فهذه الهالة من المسيب للسخرية أن تكون ضغطة على المفاوض الفلسطيني سبق وأن تم اغتيال قيادات في المقاومة الفلسطينية وتم استكمال المسيرة فحاليا هناك هستيريا في إسرائيل خوفا من الرد هناك دخول لخان يونس وعودة إلى خان يونس دخول إلى شمال القطاع وخروج من جباليا فهذا يدل على الفشل بأنني لم أتم المهمة رغم زعمي بأنني سيطرت على كامل القطاع النهاردة بضرب بالقوات الجوية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية فأين هي السيطرة؟ أين هو الحلول الأمنية التي تخضع الإرادة الخاصة بالمقاومين وتجعلهم يرفعون الغية البيضاء أعتقد أن المسار بدأ اليوم في القاهرة أتى وفد أمني إسرائيلي وهناك مفاوضات أتمنى أن نتنياهو لا يضع العراقيل أمامها كما فعل في المرات السابقة حينما وضع العراقيل وشروط تعجزية وأيضا سياسة الاغتيالات التي بدأ يعتمدها حلا للمشاكل التي تزيد في المنطقة ولا تقل بسبب حمرقات سيتبين هذا بالفعل نتائج هذه الجولة أو هذه المرحلة من هذه الجولة من المفاوضات المستمرة والتي لم تتوانى مصر حقيقة عن العمل عليها تحت ضغط كل هذه الظروف وهذه التغيرات وهذا التصعيد وما إلى ذلك ولكن سيتبين في الساعات القادمة وربما في الأيام القادمة الآن سيادة النائب حزب الله اللبناني نفى بأنه كان وراء حادث مجدى الشمس وأطلاق الصواريخ على مجدى الشمس ومع ذلك قامت إسرائيل بانتهاك السيادة اللبنانية في هذه الحالة كيف يرى الشرع اللبناني رد الفعل الإسرائيلي وما هي تصورات الشرع اللبناني عفوا ما هي تصورات الشرع اللبناني في الفترة المقبلة وعما يتحدث في هذا الصدد لبنان لا يتعاطى ما حصل من عدوان على أنه رد فعل أبدا لأنه ما حصل في مجدى الشمس هو اعتداء وإن كان مدبر من قبل هذا العدو هذا تاريخ هذا الكيان ومن يعود بالذاكرة إلى عام 82 يوم بدأ اشتياح لبنان طبعا هذا الكيان تذرع بإطلاق النار على أحد دبلوماسيين في لندن وأنه قتل علما أنه هذا الدبلوماسي منذ أربع سنوات تبين أنه كما زال حيا وتوفي منذ أربع سنوات هذا الكلام منذ 82 نحن لا طبعا يمكن أن تمر مثل هذه الأضاليل والأكاديب الأسرائيلية التي اعتدنا عليها لأنه هذا الكيان قام بالأساس على مثل هذه الأضاليل ولا يمكن طبعا أن تمر بأي شكل من الأشكال ما حصل في مجل الشمس هذه طبعا البلدة العربية السورية وهي عاصمة الجولان المحتل طبعا نتفضل أحد السمولات ببداية نحن نعرف تماما أهلنا في مجل الشمس ونحن جيران وعلى تواجه مناطق متقابلة عبر التاريخ وقبل احتلال مجل الشمس نعرف أهلها وعروبتهم وتمسكهم بهويتهم العربية السورية طبعا هذا الكيان حاول أن يجعل من ارتكابه دريعة لأكثر من سبب وأن يصل إذا ما استطاع لذلك أن يخلق فتنة ما لكن طبعا أهلنا في مجل الشمس والمقونات الاجتماعية فوتت الفرصة على طبعا هذا الكيان وعلى رئيس حكومة هذا الكيان بالذات ولكن طبعا كان مكان واللبنانيون كل اللبنانيين بمستوياتهم الرسمية والشعبية المقاومة تعتبر ما حصل عدوان وانتهاك للسيادة ولا بد من أن يكون هناك طبعا رد على هذا العدو لأنه اعتدى علينا بهذا المستوى على مستوى منغتال وعلى مستوى استهداف المدنيين وقصف ضاحية العاصمة بيروت هذا طبعا لا يمر مرور الكرام ونحن صراعا مفتوح مع هذا العدو الذي ما زال يحتلز من أرضنا وما زال ينتهك سيادتنا ويهدد كياننا الوطني إضافة إلى مصار الصراع العربي العام مع هذا العدو من خلال ما يجري في فلسطين وتنكره لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وأقام الدولات كل هذا طبعا يجعل الأمور في إطار التوتر ومن يتحمل مسئوليتها طبعا هو هذا الكيان وأكثر وقلنا ونردد أن المجتمع الدولي وشركاء هذا الكيان هم من يتحملون المسئولية لأنهم طبعا جعلوا من تركيبته إطار كياني خارج المسائلة والمحاسبة مما طبعا جعله خارج التزام أي مواطيق وقرارات وقوانين دولية ولهذا رأينا ما رأينا من ارتكابات في كل مكان من لبنان إلى سوريا إلى طهران إلى توطير وتحديد الدوليين بشكل عام صحيحة يا تنائب طيب يعني الآن أمام مشهد يحبس فيه العالم أنفاسه في انتظار الرد الإيراني الذي توعدت به إيران دكتور جمال والآن العالم في انتظار هذا الرد ولكن التبعات قد تكون كبيرة كيف ترى هذا الرد في الساعات أو الأيام القادمة دكتور جمال يعني الأخبار تشي بما سيحدث وإيران أعلنت أنها سترد وسيكون هناك حسب المتوقع والمتداول على الأقل في الأخبار أكثر من أرض لانطلاق هذا الهجوم الذي تتحدث عنه الأطراف التي تحدثت عنه إسرائيل تريد أن تنقل هذا النزاع من نار مسيطر عليها إلى حرب غير مسيطرة عليها لأن إسرائيل تجيد السباحة في هذه المياه ولا تحب أن تستمر المواجهة مثلا مع حزب الله بمنطق لاعب الشطرنج حيث حزب الله حتى الآن نجح في المحافظة على إدارته لهذه المواجهة بطريقة الاحتكام إلى العقل وبطريقة الاحتكام إلى ما يسمى قواعد الاشتباك وإسرائيل تريد أن تحيد العقل كعنصر من عناصر هذه المواجهة حتى يفقد الأطراف الذين يواجهون إسرائيل في الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان أو في إيران قدرتهم على السيطرة على هذا الوضع عندما تتدخل قوى عظمى لصالح إسرائيل كي تتبوأ إسرائيل مكانة الضحية وهي التي يمارس الإبادة الجماعية ضد شعب أسير وهي التي تمارس العدوان على لبنان إذ هي تحتل أرضه وتمارس التحرش الميداني المستمر حتى ضد إيران لأن إسرائيل معنية باستدراج إيران إلى مواجهة مفتوحة بدل المواجهة المقيدة أو المنضبطة التي تجري حتى الآن إذا ما قامت إيران بالالتزام بقواعد الاشتباك هذه وبضبط النفس وبالرد في إطار معين ليس مشانه أن يعني يساعد في توسيع دائرة الصراع في الإقليم هل في هذه الحالة إسرائيل ستقوم بالتصعيد وبجر إيران أكثر فأكثر وفي هذه الحالة كيف يكون الرد الإيراني هل ستفقد صبرها إيران في النهاية أم ماذا يعني دكتور أمين ما هي رؤياتك في هذا الشأن يعني أنا أعتقد أنه الضربة لقوة المقاومة إن كان إيران أو حزب الله أو حتى أنصار الله الحديون لإسرائيل ستكون ضربة محدودة وتسعى إيران لعدل يعني الإنسلاق كما تريد إسرائيل بحرب مفتوحة طويلة المدى وبالتالي ستكون الضربة محددة لمواقع معينة داخل إسرائيل وربما تكون هذه الضربة مؤلمة وقاسية كما يقول الإيرانيون التأثير الأكبر في أي ضربة هو من حزب الله وذلك في سبب قرب المناطق من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل وبالتالي التأثير الأكبر أعتقد أنه استخدام حزب الله السلاح القوي ضد إسرائيل ولكنه سلاح ذو حدين بالتأكيد بالتأكيد لأن لهذا الأسلوب تبعات أيضا إسرائيل لا تستطيع أن تعيش طيلة الوقت في حروب مفتوحة هي اعتادت إسرائيل على حروب قصيرة المدى لأيام أو ساعات أحياناً زي السبعة وستين وبالتالي تنهي المسألة بحرب قصيرة إسرائيل لا تستطيع احتمال حرب مفتوحة مع إيران أو مع حزب الله أو مع أي قوى مقاومة إذن ما هو سقف إسرائيل في هذه المعركة التي تسعى لأن تخوض فيها؟ يعني اللي أقوله أن إسرائيل إسرائيل كجيو سياسياً من نواحي جيو سياسياً لا تتحمل أن تكون هناك حرب طويلة المدى لاحظنا الحرب العشر أشهر في غزة ماذا فعلت في الكيان الإسرائيلي؟ نعم هذا فيما يتعلق بطول المدى ولكن من ناحية التعمق في الحرب أو على الميدان يعني ما هو سقف إسرائيل في مسألة الخوض في هذه الحرب؟ يا ستي أنه أحنا بنقول أنه إسرائيل لن تكف مكتوفة الأيدي كذلك الأمر إيران لن تكف مكتوفة الأيدي لكن إيران لا تريد أن تتسع نطاق الحرب لتكون حرب مستمرة بين إيران وإسرائيل لأن الولايات المتحدة متحضرة للدفاع عن إسرائيل في البوارج العسكرية والطيران وقال اليوم وزير الدفاع الأمريكي نحن لوجودنا العسكري في شرق البحر الأبيض المتوسط هو لحماية أمن إسرائيل وبالتالي اللي نقوله الآن حتى موضوع إرسال الوقت المفاوض الذي انسحب اليوم عاد وصل إلى القاهرة ورجع في نفس الساعات إلى تل أبيض بسبب أنه خلاف مع نتنياهو نتنياهو في القضايا التي يفوض فيها يعني عندما وصل الوفد إلى القاهرة تراجع نتنياهو عن التفويض الذي أعطاه وبالتالي عاد الوفد وبالتالي إسرائيل لا تريد لا تريد مطلقاً أن تكون هناك صفقة بوساطة القاهرة أو بوساطة قطر لا تريد صفقة ولا تريد إخراج الموقفين نعم هذا الخلاف بين نتنياهو هو الوفد المفاوض له منذ أيام وليس هو برجديد اليوم بالفعل ولكن الآن هناك تقارير إعلامية تقول بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في قمة الاستياء من العمليات التي قامت بها إسرائيل فيما يتعلق بالاختيالات في الأيام الماضية وكان هناك نقاشاً حداً بين جو بايدن وبين يمين نتنياهو ولكن في ذات الوقت هناك بوارج وما إلى ذلك في شرق المتوسط يعني كيف تقرأ دكتور أحمد الموقف الأمريكي في هذا الصدد وخاصة إذا ما قامت إيران بالرد يعني بالطبع أنا أرى أن الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية دافع الدرائب ليسوا جمعية خيرية بمعنى أن لهم مطالب في مقابل حماية الإسرائيل إسرائيل لها دور وظيفة المفترض أنها تحمي المصالح الغربية تحمي مصالح الولايات المتحدة ساعة الحقيقة في مفترض الطرق في المراحل المفصلية بنجدها تحتمي بالولايات المتحدة وتختفي وراءها فحالياً هناك ضربة إيرانية قادمة ضربة من حزب الله قادمة أعتقد أنها ستكون موجعة لكن جميع الأطراف لا ترى أن هناك حاجة أن يجب أن الجهود تتكسف بحيث أن يتم منع انزلاق الأمر إلى مرحلة الحرب الإقليمية ليه؟ لأن الدب الروسي في المياه الدافعة موسكو لديها شبه اتفاقية الدفاع مشترك مع تهران التي ترى بأنها تعرضت للاطمة موجعة إهانة بالغة حينما تم المس بالكنسولية في سوريا تم كسر حاجز نفسي باستهداف مباشر من إيران لإسرائيل حاليا تم المس بضيف رسمي في عرص سياسي يوم تنصيب الرئيس الجديد بعد إسقاط المروحية أو سقوطها لعل اللغة يزيد من جديد حول ملابسات سقوط هذه المروحية فأعتقد أن دافع الدراب الأمريكي سيراجع نفسه سيراجع الإدارة الأمريكية خاصة أن هناك مصفوفات بالفعل داخل الإدارة الأمريكية ترى بأن المصالح الأمريكية على المحاك في المنطقة وبالتالي يجب الضغط في الاتجاه الصحيح على نتنياهو وأرى بأن الإعلام الذي تحدث عن توبيخ من الرئيس الأمريكي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يجب أن يكون له دلالاته وبالتالي يجب أن تكون هناك مراجعات في تل أبيب لتجنب الانحضار نحو هوة صحيقة يعني ممكن الحرب تندلع أيضا عن طريق الخطأ تبسير تحرك ما ضربة مهينة إلى تل أبيب تقابلها ضربة أخرى ولا أدخل في دائرة مفارقة دوامة من التصعيد نعم طيب الآن نجد بأن الدور الذي من الممكن أن تلعبه الحكومات والدول العربية في المنطقة وأيضا إقليميا على المستوى الإقليمي في إطار التصعيد يعني أريد أن أسمع منك سيادة النائب كيف ترى بأن هذا الدور ينبغي أن يكون يعني اليوم كل ما يقال حول ما يمكن أن يجي في المنطقة هو من باب التكهنات والإحتمالات ليس إلا لأنه ليس من أحد يملك كل المعطيات ظروف الميدان هي التي ستحكم في النهاية لأنه يبدو أنه رغم كل ما قيل حول تحرك دولي أو اتصالات ومشاورات إلا أنه يبدو لم تكن ذات جدوة حتى الآن أو لم تكن جدية على الأقل وهذا ما واضح عندما يتحدث ما تفضلت أن الرئيس الأمريكي مستأوى إلى ذلك وتتحرك البوارج الأمريكية وتصل إلى المضيق ماذا يعني هذا التحرك وكيف يمكن ترجمته هذه أسئلة طبعا تفتش عن الأجوبة الأجوبة عند من لديه القرار لأنه في النهاية لابد إذا ما كان هناك نيات سليمة لدى هذا المجتمع الدولي وأصحاب القدرة على التأثير على هذا الكيان من اتخاذ مواقب سريعة لكي لا يبقى هذا التفلط وإلا يكون كل هذا الكلام في إطار ضر الرماد في العيون وأعطاء الضوء الأخضر كيف ما يكون وكما يقال من تحت الطاولة لنتنياهو ولمستوياته السياسية والعسكرية لطبعا متابعة ما لديه من طبعا مغامرات حتى الآن مفهوم تأخذ المنطقة إلى حرب واسعة وشاملة وهذا ما لا يتمناه أحد بالفعل حتى الآن لم يتبين مداءة ولكن في لحظة معينة قد تتفلت الأمور دون خدرة على احتوائها في لحظتها وطبعا الأمور تأخذ من البدايات مفهوم مفهوم لقد سبق السيف العزل الإدارة الأمريكية تستطيع اتخاذ الكرار لا أحد يستطيع أن يقنعنا دوامة حقيقية نعم منذ أشهر طويل اقتربت من السنة طيب الآن دكتور جمال غزة توارى الحديث عنها وأصبحت غير منسية ولكنها لم تعد هي بؤرة الأحداث في إطار هذا التصعيد في المنطقة ولكن البعض يرى بأن غزة إذا ما سقطت سوف ينفرط العقد هل هذا حقيقي؟ هل بالفعل إذا لم تحل قضية غزة والقضية الفلسطينية لن تحل قضايا المنطقة؟ بس وضحيني ما معنى كلمة سقوط غزة بمفهوم حضرتك عشان جاوبة مزموط يعني إذا ما استطعت إسرائيل مثلا أن تدخل غزة وتقوم بحكم غزة في اليوم التالي وبالخطة المعروفة التي تضعها إسرائيل والتي لا تعد سرا هلأ نحن دائما نقول نتكلم عن المستقبل نعم الموضوع الفلسطيني هو أساس السلام والحرب في المنطقة وهو مفجر كل المشاكل الأمنية التي تحصل في منطقتنا لأن هناك شعب من 15 مليون إنسان محظور عليه أن يعيش حياته العادية في حدود من الاستقلال والسيادة والكرامة والأمن نحن 15 مليون إنسان محظور علينا أن يكون لنا دولة المنطقة لن ولم ترى السلام والاستقرار دون أن يحل الموضوع الفلسطيني بما يكفى الأمن تكف إسرائيل يدها عن رقبة هذا الشعب الفلسطيني الذي تضهده وتعمل إسرائيل على إبادته إبادة كاملة طالما أن هذه النار مشتعلة في فلسطين سيصل لهيبها بين وقت وآخر إلى الدول العربية ودول الجوار الغير عربية ونحن الآن نتكلم عن حرب قادمة في منطقة موجودة فيها حرب أصلا وستطير المقذوفات الإيرانية فوق الأراضي العربية وتطير المضادات الإسرائيلية فوق أراضي عربية العالم العربي ولم نتحدث كثيرا عن دور العالم العربي سيكون بين نارين وفي النار هو نفسه لذلك الحل هو وضع حد لهذا الصراع المميت عن طريق أولا عدم إعطاء إسرائيل أي جوائز على قتل الفلسطينيين حرمان إسرائيل من علاقات طبيعية مع الدول العالمية والعربية في ظن هذه الجرائم غير المسبوقة التي نراها وقد تفضلت محقة في الإشارة إلا أن غزة أصبحت في العلاوين الخلفية يحدث إبادة جماعية في بلادنا في بلاد العرب في فلسطين ويحبط هذا الحدث إلى المرتبة الثانية أو الثالثة شعب يباد إسرائيل تقتل يوميا العشرات إن لم نقل المئات وها نحن نرى إسرائيل عندما تريد أن تغتال شخصية مثلا من أي فريق كان من حزب الله أو حتى هنية في طهران أو العروري رحمه الله تستخدم كنبلة واحدة أو صاروخ واحد لكن في غزة تستخدم كنبلة وزنها ألفين كيلو جرام لكي تقتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء هذا هو ما يحدث هذا هو الشيء الرئيس حتى لو كان الاستهداف أحد عناصر المقاومة دكتور جمال فإنها تقوم بالفعل باستخدام هذا الكم من القنابل للقضاء على شخص واحد ومعه المئات طيب يعني هل التعزيزات العسكرية في هذه الحالة في المنطقة تعطي الضوء الأخضر ضمنيا لإسرائيل للمضي قدما في هذا التصعيد أم أنها توجد فقط كإجراء احترازي في حال كان الرد الإيراني ردا قويا بقدر ما نسمع من تصريحات الشيء الشيطاني في هذه الحالة هو أن إسرائيل تبيد شعب وفي نفس الوقت تستنجد بدول غربية وتستدعيها إلى صراع لا ناقة لها فيه ولا بعير باعتبار أن إسرائيل هي ضحية كل هؤلاء العرب الهمجيين والمسلمين العنيفين الذين يريدون أن يبيدوا إسرائيل المسكينة تصور نفسها بأنها هي ضحية نعم دور الضحية باستمرار نعم طيب دكتور جمال لأن الوقت أوشك على الانتهاء أود أن أسمع من الدكتور أمين ودكتور أحمد بعض النقاط في نهاية هذه الحلقة ودكتور أمين الآن التكاتف العربي ربما يجب أن يكون أكثر من ذي قبل أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل الانتهاكات التي تحدث في المنطقة من جانب الجانب الإسرائيلي ولذلك أهمية نود أن نتحدث عن أهمية التنسيق العربي في هذه المرحلة وسريعا نعم هناك ضرورة عالية لتنسيق وموقف عربي موحد تجاه ما تقول بإسرائيل في المنطقة لأن الدول العربية لا تريد أن يكون هناك حالة من عدم الاستقرار متفشية في المنطقة ولكن إسرائيل دوما عاشت على الحروب وبالتالي هي تسعى لأن يكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ليكون لها دور في الهيمنة والسيطرة ولكن اللي أرى أن النظام العربي الرسمي للأسف الشديد متراجع ولم يتخذ مواقف حازمة تجاه ما يجري في غزة وبالتالي أطلقت يد إسرائيل في غزة بهذه الطريقة لعملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني والموقف العربي الرسمي ضعيف تجاه ما يجري حتى الضغوط على الدول الأوروبية والولايات المتحدة هي ضعيفة هناك جهات دبلوماسية عربية من مصر من جهة والأردن من جهة ومن قطر من جهة لكن هذه التأثيرات الدبلوماسية هي ضعيفة وتصد في حل الدولتين نعم نعم طيب عزلا للمقاطعة الوقت انتهى تقريبا الدكتور أحمد الآن هل ترى بأن طفان الأقصى اكتاح الانتخابات الأمريكية هل ترى بأنه سيكون فاعل في هذه المعركة الانتخابية سريعا إذا ما تكرمت سريعا النخب الأمريكي عينه على الشؤون الداخلية أغلب الأمريكان لا يكترسون بهذا الأمر بكل أسف لكن في النهاية المنطقة كلها على برميل من المتفجرات وسيكون فارقا في المعادلة ماذا في جعبة المقاومة حزب الله بعد أن أتى بعد منظمة التحرير وخروج عرفات من جنوب لبنان أتى بأسلحة أرض بح فجاءت العدو أيضا ماذا تبقى لدى المقاومة في غزة سيكون فارقا لإفشال المخطط الأساسي إذا هذه التوازنات هي التي ستكون أيضا عنصرا فعلا شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام كان معي من القاهرة الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري والخبير في الشأن الإسرائيلي من بيروت كان معي النائب قاسم هاشم عضو مجلس النواب اللبناني ومن دوسلدورف الألمانية الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية ومن عمان كان معي دكتور أمين المشاقبة الأكاديمي والوزير الأردني السابق في النهاية ولأنهم ليسوا أرقاما فكل رقم كان إنسانا له حياة وذكريات وقصص وأحلام وضحكات وألام كانوا بشرا على قيد الحياة نعم إنهم شهداء غزة واليوم نتذكر معا الشهيدة جمان فهيم حسنين فقد كانت جمان المتفوقة الأولى على صفها بلا منازع والحاصلة على دورات عديدة وحافظة لقرآن الكريم كما أنها حصلت أيضا على حزام الكاراتي الأخضر وكانت جمان تحب العلم وقراءة الكتب وتحب الأزياء والأناقة وتتمنى أن تسافر وتكبر وتتفوق في التنوية العامة وتدرس أيضا في الخارج لتعمل وتعيش حياتها بأكملها حياة موفقة سعيدة كما أنها كانت أيضا تحلم بأن تنتهي الحرب وتلتقي بباقي أفراد العائلة ولكن بينما كانت تحلم بكل هذا جمان قتلتها إسرائيل بصاروخ يزن أطنانا مسح العائلة بأكملها فاستشهدت جمان معهم بينما لم تختر الموت جمان ولكن الاحتلال هو الذي اختاره لها في السابع من ديسمبر الماضي رحم الله الشهيدة جمان فهيم حسنين ورحم جميع شهداء فلسطين إذن مشاهدين نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع القادم وبرنامج الشرق الأوسط في تمام السابعة مساء بإذن الله على ساسة القاهرة الإخبارية فتقبلوا تحياتي أينما كنتم كنتم معكم أمهما ثمان فإلى اللقاء